منذ السابع من أكتوبر تعاني عشرات العائلات في محافظة الخليل من وجود منازلها خلف البوابات الحديدية التي وضعها الاحتلال على مداخل المدن والقرى وتحولت حياة سكان المنازل إلى سجن كبير في ظل تقييد حركتهم هذا وجدي وطفله تميم سنرافقهم وسنحاول اجتياز البوابة الحديدية للوصول إلى منزلهم هذه البوابات التي أوجدها الاحتلال بكثرة منذ السابع من أكتوبر ويعيش خلفها المئات من المواطنين في ظل إجراءات والصعوبات كبيرة يعاني منها هؤلاء طبعا من بداية الأحداث من 7 أكتوبر أول شيء يعملون الاحتلال طبعا سكروا البوابات من هذه الجهة ومن الجهة الثانية احنا تقريبا في 15 بيت هون أغلبنا عنا أطفال صغار وفيه أطفال من المدارس أول شهرين كان ممنوع كمان نمرق من هون كنا نضطر نودع أولادنا من وسط الأراضي بس مع الشتوية هاي ضطرنا عودنا تجوزنا هذا الاشي وبرغم هذا لليوم بنواجه مشاكل كثيرة مع الجنود برجع الأولاد فأنا بضطر كل يوم أستناهم الصبح أودهم الصبح واستناهم الظهر عشان أجيبهم أو روحهم على البيت لأنه زي ما انت شايف عنا معسكر وفيه نقطة جيش هون فأي لحظة ممكن هلا ييجوا كثير بيجوني أنا بكون بنزل أغراضي مثلا هون عشان بدي أحملهم بيجوا بطردونا ما بيخلوش حدا يقرب فيه أوقات خلاص انه من فوق بصير ينادي عليك مرات برضو بيطخ بضطر انه يطخ لا بطخش علينا مباشر بس بطخ إذا حدا بدوا يلعب في البواب أكيد أكيد راح يطخوه يعني فيش مجال يعني تخيل المسافة اللي بدهم يمشوها قميش المسافة يعني أنا الباص بدل ما يجيهم عند باب البيت بدي أضطر تقريبا ألف ومائتين متر لغاية ما يجي الباص الصباح ونفس الإشياء الظهر زي ما حكيت لك بدنا أي غرض أي شغلة بدي أضطر أجي أنزله هون عند الحاجز وأطلع فيه ماشي والشغلات اللي كبيرة يعني زي ما حكيت لك الحطب مثلا للتدفئة ما فيش مجال السنة مثلا بدون حطب بدنا نضطر نروح للبدائل شبكة الكهرباء عنا خربت اضطريت إني أنا أرحل من داري لدار أهلي لأنه فيش عندي كهرباء لأنه حكينا مع الطوارئ البلدية ما بحكي لك بزبط شي جو فعلا أنا بحكي لك بزبط شي جو لأنه إذا بنا نطلع باب البيت كثير أوقات كانوا يطوقوا علينا ممنوع تطلع باب البيت إذا واحد من أولادك مرض بنص الليل تستجلش أصلا تطلع من البيت لأنه خطر بدك تستنى لثاني يوم يعني أنا قبل أسبوعين عندي الأولاد كلهم كانوا مرضيين وحرارة هلا بالليل بدأ أخذها مع الطوارئ بس بزبطش لأنه مجرد إني قربتها يعني أنا معرض حياتي وحياة أولادي للخطر هلا الخروج بالليل هذا يعني شبه مستحيل ففي أي لحظة ممكن يقوسك فصارت الساعة خمسة خلص بدك تضلك ببيتك لغاية الساعة ستة ونص سبعة الصبح لفترة خروج الأولاد في المدرسة شو بصير معك بالليل هاد بدك تدبر حالك بدك تعيش خلص كرت الكهرباء صار عندك حالة طارئة حدا مريض هذا موضوع منتي ما فيش مجال تطلع يعني حياة صعبة جدا صعبة مش فس علينا على أغلب الشعب الفلسطيني بس إحنا بزيادة لأنه هاي منعيتنا من الحركة يعني منعيتنا فيش لا روحة ولا جاية يعني بدك تضطر بس لتطلع للمشوار الضروري خلال النهار فقط شكرا